زار معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية جامع الشيخ زايد الكبير وذلك ضمن زيارته للدولة وتجول معاليه والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا إلى رسالة الجامع الحضرية الداعية للتعايش والتسامح والدور الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة واطلع معاليه على تاريخ تأسيس الصرح الكبير وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور